موسيقى مشاهدين الكرام سعد الله جميع وقاتكم بكل خير نحييكم تحية طيبة مع حلقة جديدة من برنامجكم ما وراء الحدث اليوم إن شاء الله سنتجه إلى الأزمة السورية ونتحدث أيضا في هذه الحلقة عن الأزمة السورية التي بدأت بها التقاطعات تزداد صعوبة حقيقة في هذه الأيام وخصوصا بعد جلسة مجلس الأمنة التي استخدم بها النظام الروسي حقه بالفيتو والأتراض على القرار الذي كان سيصدر لإدانة النظام السوري باستخدامها للأسلحة الكيميائية اليوم موضوعنا في هذه الحلقة سوريا مصير الصراع وأزمة الثقة ويسرني أن أرحب بضيفي وضيفكم في الاستوديو والأستاذ هاني وفا نائب رئيس تحرير صحيفة الرياضة السعودية حياك الله سلام الله حيك أهلا وسهلا سعداء بلقائك حياك الله الله يحفظ بداية أستاذ هاني يعني عندما نتحدث عن الأزمة السورية لا شك بأن الأزمة السورية بدأت أيضا تزداد صعوبة وتقاطعاتها بدأت أيضا تكبر وتكبر بين الدول المتصارعة على هذه المنطقة الجغرافية لأرض السورية هل نستطيع أن نقول بأن المعركة تحولت من عسكرية بحتة إلى سياسية إلى استخدام أيضا لعبة السياسة في هذا الجانب الأزمة السورية لها مسارين نعم عسكري في المقام الأول وسياسي المسار العسكري كما رأينا أنه هناك في تداخلات الولايات المتحدة دخلت على خط هذا النزاع العسكري بتوجيه الضربة لقاعدة الشعيرات العسكرية المطار العسكري هناك في طبعا تقاطعات العزمة السورية الآن دخلت سنتها السابعة دون أن نجد أي أمل في حل سياسي الحل العسكري هو ما زال هو سيد الموقف بالنسبة لسوريا نعم المسار السياسي للأسف ما زال متعطلا يعني رغم المؤتمرات التي عقزت في جنيف وفي أستانا ما زال المسار السياسي لا يرتقي إلى مستوى التطلعات أبدا يكون هناك لا يوجد توافق بين أطراف النزاع أو أيضا لا يوجد توافق بين القوة الدولية على إنهاء النزاع نعم هذه هي المشكلة الأكبر فبالتالي نرى أنه يعني أنه هناك المسار العسكري هو الذي يسيطر على الموقف المسار السياسي بطيء جدا ولا نرى أنه سيحقق في المستقبل قريب أي تقدم فبالتالي أنا أعتقد عسكرة النزاع هي الأقرب من الحل السياسي نعم هل بالإمكان مثلا أن نشاهد في المستقبل القريب حل لهذه المعضلة توافق الرؤى بين الدول المتصارعة روسيا الولايات المتحدة والصين من جهة أيضا وكذلك الدول التي تساند الثورة السورية هل سيكون هناك توافق أم أنه كل شخص يعتبر الشخص الآخر أو الطرف الآخر هو الإرهابي في هذا الجانب هو عطفا على الموقف الحالي لا يوجد أي بصيص أمل في إنهاء الأزمة السورية السياسية حتى الآن لا يوجد كل الدلال تشير أن هناك لا يوجد توافق دولي عدم وجود التوافق الدولي هذا ينعاكس على مسار المحادثات أو مفاوضات السلام السورية السورية وبالتالي عندما لا يكون هناك في تساوي وفي توازن في المفاوضات السياسية هذا يؤدي إلى لا نتيجة يعني الآن نجد روسيا تقف في صف النظام السوري تماما تدعمه سياسيا وعسكريا حتى تبرر له رأينا في مجدرة خان شيخون الكيميائية أن روسيا قامت تبرر النظام السوري أن هناك الإرهابيون هم من يملكون الأسلحة والطارات الروسية قصفت المخزن يعني تبيرات واهية فطالع منه يكون هناك فيه راعي أساسي لمفاوضات السلام دون أن يكون محايدا هذه مشكلة ولا تؤدي إلى نتيجة يعني رعاية روسيا لهذه المحادثات منقوصة بالتأكيد إذا كانت تؤيد نظام الأسد بالتالي لن تكون في صف الطرف الآخر هي محادثات غير متوازنة لأنه لا يوجد مثلا يعني حتى الولايات المتحدة ليست منخرطة كما روسيا في الملف الأزمة السورية في المفاوضات فروسيا مستعثرة وهي حديفة للأسد فالمفاوضات لن تصل إلى نتيجة نعم اليوم عندما نشاهد أيضا ردة الفعل الأمريكية عندما تم ضرب مطار الشائرات كما ذكرت وأيضا ذكروا بأنهم أخبروا الروس بمعاعد الضربة والنظام كذلك ما هو الهدف حقيقة أنت عندما تريد أن تضرب هذه الأماكن يجب أن تضربها بدون إعلام العدو في هذا الجانب ولكن عندما تعلمه فأنت كما الشخص الذي يريد أن يفعل شيء وبالتالي أيضا لا يريد أن يصطدم مع الشخص الآخر الذي سوف يؤده في هذا الجانب بالنسبة لأولئة المتحدة عندما وجهت الضربة على قاضية الشعيرات هي كانت رسالة للداخل الأمريكي ولمجتمع الدولي أن هذه المجزرة لن تمر دون عقاب حتى لو كان العقاب هذا نوعا ما صوري هو جيد لا نستطيع أن يكون هو جيد ويعطي دلالات أو رسائل عدة ولكن من نفس الوقت لم يكن مؤثرة ذلك التأثير يعني حتى لو طلعت على في حديث لرئيس النظام السوري بشار الأسد حديث طويلة وكالة الصحافة الفرنسية كان يتحدث بتهكم عن هذه الضربة هو يتحدث أن الولايات المتحدة أعلنت أن الضربة هذه قضت على 20% من قوة الطيران السوري فهو كان يتهكم على أنه كيف قاسوا هذا العشرين فرنسية ولازالت الطائرات تضرب حتى اليوم من أين تضرب؟ بالتالي لم يحجموها نعم فهي ضربة معنوية أكثر منها أن الحاق ضرر كبير بالقوات السورية ولكن كان لها رد فعل جيد وعظى الدلالة أن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في الأزمة السورية عسكرياً بطريقة هذه نعم البعض ربما من الجانب الآخر ذكر بأن الولايات المتحدة تريد أن تفعل شيء ولكنها تخاف أيضاً من ردة الفعل الروسية ولا تريد أن تدخل بحرب معها هل هذا محتمل أن أمريكا تريد أن تفعل شيء ولكنها تريد أن تتجنب الجانب الروسي أم أنها تستطيع أن تفعل شيء بدون الجانب الروسي لا وطبعاً أنت لا تريد مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا مواجهة عسكرية قد تتطور هذه المواجهة إذا كان هناك في احتقان ينقرب إلى مواجهة عسكرية في أرض محدودة اللي هي سوريا أعتقد الموضوع سيكون كارثي ولكن هي تفاهمات في نهاية الأمر نعرف أن روسيا مستأثرة بالملف السوري أكثر من الولايات المتحدة الولايات المتحدة حتى الآن لم تنخرط بقوة كما تفعل روسيا مع النظام السوري فالمواجهة العسكرية غير محتملة كثيرة قد تكون هناك في احتمالات ولكن تظل ضعيفة فالمواجهة العسكرية الولايات المتحدة الآن آخر ما علنت أنها سيكون هناك فيه خمسين ألف جندي سيدخل إلى سوريا لمحاربة داعش في المقام الأول وليس النظام ودخول روسيا كان لمحاربة داعش أيضا ربما هي نفس الخطة التي دخلت بها هناك في تحارف دولي لمكافحة داعش في سوريا والعراق فعملية المواجهة الروسية الأمريكية هي مستبعدة هي طبعا من تفاهمات بين الطرفين بحيث أن لا يكون هناك مواجهة مباشرة وأنه يعني يقال كان يشيع أنه في القاعدة الشعيرات عندما ضربت أنه كان هناك فيه ضباط روس ولكن لم يتم التركيز على هذا الأمر كثيرا حتى يكون له تشعبات وكله تداعية نعم أيضا الولايات المتحدة هي متحكمة بالملف العراقي بشكل كبير أكبر من روسيا وروسيا أيضا متحكمة بالملف السوري كما ذكرت هل نستطيع أن نقول بأن هناك تفاهمات لمثلا عدم تدخل روسيا في العراق وأيضا عدم تدخل أمريكا كما يحلله البعض بعض المحللون هو قد يكون قد يكون يعني طبعا إذا كان هناك تفاهمات غير معلنة بالتأكيد ولكن طرحك اللي طرحت الفعل أنه الولايات المتحدة مستأثرة بالعراق أكثر منها في سوريا بالعكس حتى الكلام من الدخول 50 ألف جندي إلى سوريا لتأمين الحدود العراقية من داعش فبالتالي أنا أعتقد أن هناك في تفاهمات ولكن قد لا تصل إلى مستوى أنه يعني كل طرف يأخذ دولة ولكن بناءة الأمر هي حتى هي تفاهمات مرحلية عندما تأتي إلى مراحل معينة قد نشهد تغير في المشهد ككل نعم أستاذ هاني يعني عندما أيضا نشاهد الأرض السورية ونشاهد أيضا بأن النظام السوري يتحكم ببقعة بسيطة من الأرض والأجزاء الأخرى منها ما هو من نصيب داعش ومنها ما هو من نصيب المعارضة ومنها ما هو من نصيب أيضا بعض الميليشيات سواء الموالية للنظام أو الموالية لداعش وغيرها هل هناك أمل عند روسيا وعند النظام أيضا بأن النظام قادر على نعيد سوريا كما كانت في السابق هل عندهم أمل أنهم يكابرون في هذا الجهة هو رئيس النظام السوري صرح في عدة مرات أنه سيخوض حربا شامل لاستعادة سوريا طبعا هذا كلام غير منطقة أنا أعتقد أن سوريا لن تعود كما كانت في ظل الوضع الحالي سبع سنوات الآن دخلنا فيها والعزمة لم تنتهي نصف مليون قتيل عشرات الملايين من المهجرين والمشردين في سوريا وخارج سوريا فأنا أعتقد أن الوضع لن تعود سوريا قد يكون أحد الحلول التي طرحت هو التقسيب على أساس طائفي هذا أحد الحلول التي طرحت ولكن عودة سوريا كما كانت بالشكل الذي كانت علي أعتقد أنه في ظل ما نرى في الوقت الحاضر هو بالصعوبة من ممكن البعض ربما ذكر بأن هذا هو الهدف وتقسيم سوريا من قبل الدول الكبرى وأيضا المجتمع الدولي بأنها ستقسم إلى دول لا صغيرة وربما هذا هو الهدف الذي تسعى له كل الدول الموجودة وتقتسم هذه الكارك أو قد يكون حتى هناك وضع حرائط لهذا التقسيم أنه هناك قسم للسنة للشيعة للعلويين بحيث أنه ستكون مناطق نفوذ لهذه الطوائب بحيث أنه تقسم سوريا إلى ثالث أقسم طبعا هذا الطرح غير خيالي هو واقعي ممكن أن يكون ولكن كل الكلام يتحدث عن تماسك سوريا وإحدث الأراضي السورية الكلام المعلن طبعا فما لن نأخذ بما هو معلن فعلا المجتمع الدولي حريص على سلامة وأمن واستقرار ووحدة سوريا لو أتينا إلى أيضا الحجة التي يحتج بها أو يتحجج بها النظام السوري والموالي له بأنه لو زال هذا النظام نظام الأسد فلن تجد نظام آخر يستطيع أن يتحكم في سوريا وستكون أيضا كليبيا هي في مصيرها للنزاعات وأيضا التقاتل والتناحر بين الجماعات هذا الطرح طبعا أنا أعتقد أن النظام السوري هو من يتبنى هذا الطرح روسيا أيضا تتبنى هذا الجانب وإيران هي أظن أنهم حلفاء للنظام السوري فبالتالي يجب أن يتبنوا وجهات نظره ولكن في نهاية الأمر الشعب السوري قادر أنه يحكم سوريا في ظل أنه عدم وجود الأسد وزمرته بالتأكيد وإذا أراد المجتمع الدولي أن يساعد بوجود دولة مستقرة يستطيع ولكن عندما لا يريد فبالتالي هذه نقطة مهمة جدا ألاف أنه عندما تكون هناك إرادة دولية للإنهاء الأزمة وبناء سوريا حديثة ممكن أن يكون ولكن طالما أن هناك في عدم توافق دولي حول ملفة سوريا أو عدة ملفات منطق لا يوجد حولها توافق دولي وبالتالي سنجد أن الأزمة ستستمر إلى ما لا نهاية حتى يحين وقت معين يتم فيه توافق دولي أن يجب من هذه الأزمة وهذا ما ننتظر إن شاء الله البعض ربما يتخوف بأن مصير سوريا سيكون كمصير ليبيا في هذا الجانب وقد يكون من الممكن ولكن الظروف تختلف المنطقة الجغرافية تختلف ما الذي يمين سوريا عن ليبيا حتى لا تنجرف إلى هذا الوحل ليبيا دولة أكبر مساحة جغرافية أكبر ليبيا قبلية أكثر من سوريا فالتوزيع المناطقي في ليبيا يختلف وليس هناك مؤسسات دولة في ليبيا وفيه هناك فيه شيء بسيط اللي هو برلمان طبرق وبرلمان طرابلس يعني فيه خلافات ممكن بطريقة بأخرى أنها تجمع ولكن تأخذها سوريا بالعكس يعني الحيزة الجغرافية أصغر الدول الجوار تتأثر بما يحصل في سوريا كما هو حاصل الآن تركيا لعراق لبنان فبالتالي أنا أعتقد أنه حل الأزمة السورية وأخذها إلى باتجاه الحل السياسي الفعلي الذي يؤدي إلى بناء نظام سياسي جديد في سوريا هذا ممكن أكثر من ليبيا في الوقت البعض أيضا سثهاني يعني اتجه إلى اتجاه آخر وقال بأنه خروج النظام وحل الأزمة السورية ليس مصالح لا روسيا ولا إيران في هذا الجانب لأن الشعب السوري ربما 90% من الشعب السوري لا يريد إيران ولا يريد روسيا وبالتالي أيضا إيجاد حل مناسب لصالح الثورة في سوريا ربما هو أيضا ليس من صالح إيران ولا من صالح روسيا في هذا الجانب وبالتالي نجد التعقيد في هذا الجانب أنا أتفق معك في جانب واختلف في آخر أتفق معك أنه هذا ليس من صالح إيران تحديدا إيران لأنه ستفقد وجودها في المنطقة كما هي تخطط انتشارها في العالم العربي لكن بالنسبة لروسيا روسيا دولة عظمى لا مصالحها هي لا يهمها من يكون نظامها وصرحت مسؤولي الروس كثيرا صرحوا لا يهمها من يكون نظامها ولكن الشعب السوري دكتور أستاذ هاني شعب السوري عانى من الضربات الروسية ولكن أيضا المعارضة تعهدت في حال أنها إذا استلمت زمام الأمور لن تضرب المصالح الروسية في المنطقة روسيا لها مصالح كبرى في سوريا خاصة بالنسبة لقاعدة الترطوس البحرية لأن روسيا لا تملك قاعدة بحرية على المياه الدافئة هي القاعدة الوحيدة لروسيا على المياه الدافئة اللي هي البحر المتوسط وبالتالي لن تتخلى عن هذه القاعدة المتقدمة بأي حال من الأحوال هي تعتقد أن نظام الأسد يكفل لها الوجود ولكن أنا أعتقد أنه لو أي نظام سوري جاء بتفاهمات معينة يمكن يبقى الروس بهذه القاعدة في مكانهم دون أن تمس لهم مصالحهم ولكن هناك تخوفات روسيا النظام السوري والإيرانيين يروجوا لهذه التخوفات أنه إذا جاء نظام آخر لن يكون لكم موجود فبالتالي روسيا تصدق هذه الادعاءات وتتمسك بالنظام السوري والحليف الإيران ولكن في نهاية الأمر أنا أعتقد روسيا أكبر منها هي تنقاد وتنجرف وراء سواء النظام السوري أو النظام الإيراني يعني هذه القاعدة هي السبب الوحيد الذي يجعل روسيا تتشبث بالأرض السورية تتشبث بهذا النظام هي السبب الرئيسي ولكن هناك أسباب أخرى روسيا لا تريد أن تكون مبتعدة عن منطقة الشرق الأوسط لا تريد أن تترك أنا آخر فرصة لها في الأرض السورية قد يكون فلا تريد أن تطلق اليد للولايات المتحدة في شرق الأوسط تماماً تريد أن تكون جزءاً من التواجد الدولي في منطقة الشرق الأوسط هذا سيكون عبر بوابة سوريا نعم والكثير يعتقد بأن أيضاً وجود روسيا شيء مهم لبناء التوازنات بين القوة هو ممكن لكن ليس بهذا الطريق ليس بضرورة أن تكون روسيا موجودة عسكرياً حتى تثبت أنها تريد أن تحقق توازن القوة روسيا كانت موجودة أيام الحرب الباردة في المنطقة دون أن يكون هناك حروب كان هناك توازنات بين دول المعسكر الشرقي ومعسكر الغربي فبالتالي ممكن يكون الوضع يعود كما كان عليه أو بطريقة مختلفة ولكن ممكن تكون تواجد روسيا يعني دول سواء منطقة الشرق الأوسط دول العربية تريد علاقات متوازنة مع روسيا مصالح مشتركة بين الطرفين هذا لا يمكن أن يرتبط بوجود روسيا العسكري في المنطقة بالعكس ويجب أن يكون وجود سياسي اقتصاد في المقام الأول مكمل لتوازن القوة بالتأكيد أستاذ هاني يعني اليوم عندما نشاهد مجلس الأمن ونحن نشاهد مجلس الأمن وصرحت المملكة العربية السعودية ويوم من الأيام رفضت أيضاً لضمام المجلس الأمن المملكة العربية السعودية لأسباب نعرفها وهو ضعف مجلس الأمن في هذا الجانب وأن قراراته أيضاً هي لمصالح الدول المنضمة أو الدائمة العضوية في هذا المجلس في القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن ليدانة النظام السوري رفضت روسيا واستخدمت حق النقض في هذا الجانب من وجهة نظرك يعني ما هو الفائدة من مجلس الأمن في هذه اللحظة ما هي الفائدة للدول غير الدول المنضمة ودائمة العضوية التي تستطيع أن تتقدم بحق النقض الفيتو في هذا الجانب الدول الأخرى ما فائدتها من مجلس الأمن أصبح مجلس الأمن ليس له فائدة لا بالتأكيد هو دول مجلس الأمن هو نادي الأقوياء نادي الدول الخمسة للعظمى هم اللي يتحكم في القرارة صحيح ولكن الدول الأخرى هناك دول صاعدة أيضا أصبحت من الدول المتقدمة والكبرى بتأكيد من أجل ذلك هناك فيه دعوات ملحة لعادة صياغة مجلس الأمن نعم ولكن طبعا الدول الآن الموجودة الخمس ترفض هذا التوجه لأنها ستفقد ميزات لا توجد لدى غيرها لكن عندما يفتح الباب أو تغير هيكلية أو صياغة مجلس الأمن بطريقة يكون فيها القرار بالتصويت أو بما شابه ستفقد هذه الميزة ستكون مثلها مثل الدول الأخرى ولكن بوجود حق النقد ووجود العضوية الدائمة في مجلس الأمن أعتقد هذه دها فرص كثيرة وامتيازات أكثر نعم هذه من أسباب القوة لهذه الدول بالتأكيد يعني هي طبعا دخلة مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية طبعا الدول موجودة في مجلس الأمن هي بناء على نتائج الحرب العالمية الثانية هم اللي دخلوا مجلس الأمن بالتأكيد وبالتالي هي مصالحهم هي التي تأتي في المقام الأول بالنسبة للقرارات التي تخرج عن مجلس سلام كم لهم مجلس سلام من إلى الآن؟ أعتقد من شارج المتحدة في 1945 سنوات عديدة ولكن تغيرت الحال وتغيرت أيضا المقومات لبعض الدول واختلف الحال وبالتأكيد ولكن ما زالت هذه الدول لا تتغير الأنظمة داخل مجلس سلام مفترض هنا يجب أن تلجأ الدول إلى الجمعية العامة جميع العامة قد ممكن تصدر قرارات تاريخية ولكن نحن نعرف أن المنظمة الدولية ككل حتى لا نتقول بغير الحقيقة المنظمة الدولية مظهورة المتحدة ومظهورة ضعيفة يعني هي تنشط في المجال الإنساني المجال الاجتماعي التعليمي الصحي ولكن في القرارات السياسية هي ضعيفة نعم جميل استاذ هاني اليوم عندما نشاهد بعض التصريح الأمريكية المتناقضة حقيقة يعني أمريكا ضربت مطار الشعيرات ومطار الشعيرات يملكون نظام وبالتالي أيضا صرح الرئيس الأمريكي وصرحت الإدارة الأمريكية بأن هذا رد فعل لما قام به من مجزرة في خان شيخون وكذلك في اليوم التالي أيضا صرحت الإدارة الأمريكية بأنها ستحارب الدولة الإسلامية وستبعث كما ذكرت ستبعث أيضا العديد من الجنود الأمريكية لمحاربة الدولة الإسلامية واختلف الخطاب عن أيضا مسؤولية النظام إلى خطاب آخر عن محاربة الدولة هذا التناقض هل هو مدروس؟ هل هو فعلا يريد أو أرادت من الإدارة الأمريكية شيء في هذا الجانب؟ أم هو تناقض أيضا تصريحات عشواء في الهواء؟ لا هو الولايات المتحدة في الملف الأزمة السورية لها توجه عام وتوجه خاص التوجه العام هو محاربة الدولة الإسلامية في المقام الأول داعش هذا في المقام الأول وحيانا يذكرون بأنه أيضا محاربة قوى الإرهاب وبالتالي أيضا قوى الإرهاب ليس لا تعريف اللي هي داعش ولكن يجب أن يقال داعش والنصرة يجب أن يقال داعش والنصرة هو التحالف الدولي المشكل من المحاربة داعش اسمه كده التحالف الدولي لمحاربة داعش اسمه كده التحالف الدولي ولكن هذا مقام في الهدف الأول هذا هدف الأول ولكن بالنسبة لقصف بطار الشعيرات هي رد فعل لحادة حصرت اللي هي مجدرة خان الشيخون هل هو والد بعاد الضغط عن الإدارة الأمريكية؟ وبتأكيد لم تتدخلوا ولم تنصروا؟ وبتأكيد لكن إحنا لو رجعنا بالذاكرة إلى 2013 كان هناك في مجدرة مشابهة في القوة الشرقية لم يكن لها رد فعل مثل ما حسن والضحايا كانوا أكبر من خلال الشيخون ولم يصدر أي شيء كانت مجرد بيانات تنديد وانتهى الأمر لكن هذه المرة هذا أول رد فعل عسكري لدارة ترامب هل تختلف الإدارة الأمريكية الحالية عن الإدارة السابقة؟ وبتأكيد ليس أيضاً هو تصرف إدارة وليس تصرف دولة كالولايات المتحدة المؤسسة لوحدة ولكن عندما تغير الرئيس تغيرت بعض المفاهيم والتنقضات الموجودة لا هي الولايات المتحدة النظام السياسي فيها يعطي صلاحيات للرئيس هل شخصية الرئيس تفرض دور في هذا الجامع؟ بالتأكيد هنا رأينا عندما كان بوش الإبن كيف كان يتصرف وهناك فيه قول لا أدري ماذا دقته أن الجمهوريون يختلفوا عن دموقراطيين في التعامل مع أحداث الدموقراطيين أقرب إلى التهادن الجمهوريين أكثر إلى الفعل وهذا ما رأينا فعلاً أوباما جلس 8 سنوات الأزمة السورية حدثت في عهده ولم يحرك ساكنه رأينا يعني جورج بوش الأب وجورج بوش الإبن وكلنتم بعدهما ورأينا أيضاً هذا الهجوم الشرس من قبل الجمهوريين وأيضاً الهدوء من قبل الدموقراطيين هذا ما يقال أن الجمهوريين أكثر تفاعلوا مع الأحداث من الدموقراطيين فأعتقد أن الضربة في خانشيخون كانت رد فعل لرسالة المجتمع الدولي أن الولايات المتحدة ما زالت حاضرة ولن تسكت على مجزرة راح ضحاياها العديد من النساء والأطفال وعرضت على شاشات التلفزيون فكان لابد من رد فعل قوي وسريع ولكن ليس بذلك الرد الفعل هو يؤثر على مسار المعارك مثلاً في سوريا لا هو رد فعل محدود ولكن ليظهر أنه والله ما زلنا موجودين كدولة عظمة المقام الأول بالنسبة للسياسات المعنى للولايات المتحدة هو محاربة تنظيم داعش والقضاء على الإرهاب سواء في سوريا أو في العراق جاءت حاجة تتخين شيخون فكان هناك رد فعل لإثبات موقف معين نعم عندما أيضا نتحدث عن ردة الفعل سواء للنظام السوري أو للنظام الروسي في هذا الجانب ردة الفعل عن هذه الضربات الأمريكية كأنها تنديد ولكن على استحياء كأنه لم يكن هل هو ضعف من الإدارة الروسية والنظام السوري بعدم القدرة على الضربات الأمريكية أم أنه أيضا هذه لم تؤثر أتت في أماكن ليس هناك وليس هناك أيضا ضحايا بشرية في هذا الجانب إنما هي ضحايا مادية ربما تعوض فيه أنا أقرأها أنها تكون عدم الرغبة في التصعيد آه لمعروسي أتوقع في سوريا؟ في سوريا وفي كل المنطقة لا هي ما هي مسأل التحالف يعني الآن عفونا استثاني الآن عندما تحدث عن الأزمة السورية لا شك بأن أيضا دول الخليج كلها مع المعارضة بالتأكيد وكثير من الدول العربية تركيا أيضا نعم وهي الأردن أيضا وهم أيضا يحيطون بالأرض السورية صحيح وبالتالي عندما تتدخل الولايات المتحدة لا شك بأنها أيضا ستجد من يقدم لها الدعم اللوجيستي من هذه الدول المحيطة بالأرض بس الموضوع ليس بجديد لا فيها الولايات المتحدة موجودة في العزمة السورية منذ بدايتها والحلفاء هم الحلفاء ولكن الولايات المتحدة لا تريد أن نخرج أكثر في الملف السوري عما هو عليه الآن على الأقل مرحلية يعني حتى بتصريحات ترامب أو الدار الأمريكية بعض ضربت الشعيرات أنه والله سنتظر مرة ثانية في حال استخدم الكيماوي ربط هذا بهذا تهديد نعم مجرد ربط بحدث فعل ورد فعل ولكن إذا لم يحدث الفعل فلن يكون هناك رد فعل يعني عملية مشروطة مشروطة إذا لم يحدث هذا أنا لا نتدخل بالتأكيد ومحدودة فاللوات المتحدة قد تنخرط في المرحلة المقبلة سياسيا وليس عسكريا في الأزمة السورية أكثر مما كانت عليه إدارة أوباء ولكن أيضا ربما يكون الهدف يمشي في الطريق يعني الهدف الذي تريده أيضا بعض الدول العظمى وهو أيضا تفكيك الأرض أضعاف سوريا أولا وتفكيكها إلى دولات ومنها أيضا للأسف الشديد مساعدة النظام السوري في هذا الجانب وبالتالي أيضا عدم الانخراط في هذه الحرب حماية لإسرائيل أيضا عندما تصبح المنطقة مضطربة حولها وبالتالي أنت لا تستطيع أن تتصرف إذا اختلط الحابل بالنابل كما يقولون ولكن أيضا هي تتفكك شيئا فشيئا وتضعف شيئا فشيئا وبالتالي ليش تدخل هو قد يكون بس بالنسبة قد يكون طرحك منطقي جدا دافي في أن لحماية أمن إسرائيل لأن النظام السوري على مدعى ربعين سنة كان هو الحارس الأمين على الحدود السورية بالنسبة لإسرائيل في الجولان لم تطلق رصاصة واحدة من ذلك الحين إسرائيل لن تجد أفضل من هذا النظام كحارس لها لكن هذا يعني منطق جيد ولكن في نهاية الأمر يعني عملية أنك أنت تترك الأزمة للزمن أنه ينهيها كيف ما شاءت يعني هذه صعبة جدا لأن هناك فيه ناس فيه ضحايا فيه ناس تقتل فيه ناس هناك يتعرضون لمجاعات هناك فيه يعني الأزمة متشاعبة جدا وإنسانية في المقام الأول يجب التركيز على الأقل عن نواحي الإنسانية في هذه المرحلة لأن النظام لن يتخلى نظام السوري لن يتخلى عن أعتقد سدة الحكم حتى لو كان على حساب الشعب السوري برمته أن يخطل جميعا لا مشكلة لديه المشكلة أن يبقى في الحكم روسيا تدعم لأنه مصالحها فبالتالي من الصعب جدا أن تترك الأزمة تتفكك لوحدها مع الزمن أزمة كهذه لا تتفكك مع الزمن هذه يجب أن يكون لها حلول وحلول جذرية وسريعة حتى يتم التعامل مع المستقبل لأن سوريا تحتاج إلى عدد بناء صحيح انتهت سوريا صحيح تحتاج إلى سنوات سنوات طويلة طويلة نعم يجب أن يكون هناك فيه تسريع في التوافق الدولي حتى يمكن حل الأزمة السورية نعم عندما نتحدث أيضا عن هذه الأسرحة الكيموية التي قصف بها الأبرياء في خان شيخون وقبل ذلك كانت أيضا هناك فرق تفتيش وأعلنت بأن سوريا خالية من الأسرحة الكيميائية وبالتالي هناك أمرين إما أن يكون النظام السوري أخفى على هذه الفرق التفتيشية هذه المعلومة وبأنه يمتلك أو أنها أدخلت أيضا من دولة أخرى وبالتالي كل الاتهامات تتجه إلى إيران في هذا الجانب عندما نتحدث عن إيران عن حرس الثوري الإيراني ما هو دور إيراني البعض الأهم لم يتحدث عن إيران ودورها في وضع اللائم على النظام السوري لوحده ونحن نعلم بأن النظام السوري يعتمر بأمر إما روسيا أو إيران في هذا الجانب والحرس الثوري في هذا الجانب ما هو دور الحرس الثوري الإيراني في هذه المجزرة وبالتأكيد إيران هي الدعم الرئيسي والأول للنظام السوري كل نظامان يتشبهان وإيران لها مطامح في الدول العربية كما رأينا الحديث عن سقوط أربع واصم عربية في عيد إيران المسؤولين الإيرانين تحدثوا بذلك مصالحها في اختراق الوطن العربي من خلال النظام السوري فبالتأكيد هناك بالعكس هناك حديث أن النظام الإيراني شارك في مجلسة خانشي خون النظام الإيراني لا يهم الشعب السوري النظام الإيراني يهم أن يحقق مصالحه على حساب الشعب السوري على حساب الشعب العراقي أي أن يكون المهم أن تتحقق مصالحه ويجد من يساعده كما النظام السوري في سوريا ويحقق مصالحه حتى على الشعب الإيراني نرى الأقليات في إيران تتعرض إلى أنواع شتى من العذاب هذا واضح جدا حتى في الأحواز العربية نجد أن هناك بعض الأسماء الوشستان والأحواز والأسماع يمنع إطلاقها على المواليد في نهاية الأمر أنا يعني إيران لها مصالحها ووجدت في النظام السوري حليف ومنطيع لرغباتها وتحقيق مصالحها فبالتالي دور إيران يعني مو مشبوه هو دور يعني يريد إسقاط الدول العربية وفرض الهماية الإيرانية على ويجد للأسف من يساعده من تلك العظم كما في إيران في سوريا كنظام السوري في سوريا والحوثيين مثلا في اليمن يجد هؤلاء العملاء يساعدوا على تحقيق مصالح فإيران والحرس التوري لهم دور كبير في استمرار الأزمات سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو حتى في لبنان نعم ونحن نشاهد أيضا الشاشة دكتور والحافلات التي تقول أيضا المحاصرين في المدن الأربع السورية طبعا هناك اتفاق تمام اتفاق المدن الأربع في سوريا الذي تم ولكن هناك أيضا مشكلة أخرى عندما رأينا بعض الأشخاص الذين كانوا ينتظرون أيضا العبور من منطقة واقعة تحت سيدرة المعارضة إلى منطقة خاضعة للنظام في إطار اتفاق الإجلاء في هذا الجانب هناك من فجر نفسه في وسط هذه الحشود وقتل المئات يعني ارتفع عدد القتلى إلى مئة أو اثناثة القتيل على الأقل يعني لا يعرف أيضا يزداد يوما بعد يوم هذه المشكلة أيضا الأخرى التي أيضا الشعب السوري أثناء القصف وأثناء السلامة وأثناء العبور يتعرض إلى هذه المشاكل ومن الطرفين حقيقة يعني من هو اللاعب في هذا الجانب من يريد أن تبقى هذه المسألة وهذا الثأر وهذا الصدام بين هذه المجموعة من له مصالح في إبقاء الوضع على ما هو عليه هناك في من له مصلحة في عدم رساء السلام في سوريا استمرار الوضع على ما هو عليه خوفه من أن السلام سيأتي بالنهاية صحيح بالتالي يعني تجد أنه هناك من لا يريد حتى الاتفاقات المؤقتة سواء اتفاقات التنقل بين المدن سواء فتح الحصار عن المدن المحاصرة تجد هناك من لا يريد الاتجاه في هذا الاتجاه يريد استمرار الحرب لأنه في استمرار الحرب مصلحته في استمرار العنف أيضا مصلحته في اللاعب بالأوراق في خلط الأوراق تظل الأوراق مختلطة النظام يتهم المعارضة تتهم التنظيمات الإرهابية تتهم والحبل على الغارب فهناك من له مصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه استمرار الحرب استغلال الحرب هذه أسوأ استغلال سواء من ناحية الاقتصادية أو من ناحية العسكرية أو من ناحية السياسية فبالتالي هناك من لا يريد السلام في سوريا وهناك من لا يعني ليس لديه رغبة في رساء السلام في سوريا وهذه المشكلة يعني يوما من الأيام كان هناك أيضا بعض التفجيرات التي تكشفت سواء في العراق وغيرها وهو تفجير أيضا ببعض المراقد الشيعية وكشف بأن إيران هي من خططت لذلك أو الاحتلال أيضا بجانب آخر بمساعدة فأتوقع أن هناك اتفاق حقيقة على عدم استقرار المنطقة وبالتالي كما ذكرت استاذهاني بأنه في استقرارها أيضا البعد عن المصلحة لهذه الدول اللاعبة في هذا الجانب بالتأكيد بالتأكيد هو يعني عدم وجود الإرادة الدولية ليس مصادفة قد تكون هناك فيه مصالح متقاطعة مع بعضها البعض حتى لو كانت أعداء هذه الدول ربما تتفق على شيء معين بالتأكيد بالتأكيد هي المصالحة هي التي تحكي في سر الأمور بالتأكيد يعني نكون واقعيين يعني لا نتوقع أنه والله لو كان هناك فيه إرادة على الأقل أمريكية روسية في إنهاء النزاع السوري لن تحقق هذه الإرادة لكن لا توجد إرادة وربا تدخل كطرف مشارك ولكن ليس لها كلمة يعني مجرد مشاركة في الرأي كقارة تملك العديد من الدول ولكن في نهاية الأمر هو القرار يعني حتى نسمي الأمور بمسمياتنا هو قرار أمريكي روسي حتى الآن لا توجد إرادة ولا يوجد توافق بين الروسيا والولايات المتحدة على إيجاد مخرج للأزمة السورية وهذا مما يضاعف معاناة الشعب السوري الذي هو بالفعل الضحية الأولى لهذا العدم التوافق نعم الغريب بأن الاتفاق الروسي الأمريكي تم على هذه الأرض يعني ربما لا يتفقون على أرض أخرى إلا الأرض السورية عموما الأستاذ هاني وفا نائب رئيس تحريص صحيفة الرياض شكرا جزيلا لك شكرا لك نتمنى لك توفيق إن شاء الله شكرا لك وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم على طيب المتابعة نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم ما وراء الحدث نستودعكم الله وإلى اللقاء